تسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون تقول إنها رمضان الماضي لم تستطع أن تصوم بسبب مشكلة في الكلة والطبيب قال ذكر لها أنها لا تستطيع الصيام نهائيا وهي لها رغبة في أن تصوم ما توجيكم لها؟ هذا السؤال من الأخت الكريمة يتعلق به عدد من الجزئيات الجزئية الأولى أن من كان الصوم يضره ويؤخر شفاءه أو يزيد في مرضه فإنه يشرع له أن يترك الصوم ويكتب له أجر الصيام بإذن الله عز وجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يؤديه صحيحا مقيما ولذلك على الإنسان أن يكون حريصا على أداء الطاعات في حال صحته ونشاطه من أجله أنه لو قدر إتيان شيء من الأمراض له كتب له ما كان يؤديه صحيحا مقيما فيما مضى من أيامه وإذا قرر الطبيب أن الشخص يتضرر بالصيام حسن به الأخذ بقوله متى كان ثقة يعتمد عليه في هذا الباب وهو أولى من كونه يصوم وقد يضعف بدنه ويعجزه عن أداء عبادات أخرى ومن منع من الصيام في شهر رمضان فليس معناه أن ينقطع عن بقية العبادات سواء من قيام رمضان أو قراءة القرآن أو الدعاء والذكر أو نحو ذلك من العبادات والاعتكاف ونحوه وذلك أن هذا الشخص إنما منع من الصوم لكونه يلحق ضررا ببدنه فما بقية الأعمال التي يتأكد فعلها في شهر رمضان فإنها لا يمنع منها ويضاعف له أجرها متى أداها في هذا الشهر الجزيل فالمقصود أن مضاعفة الأجور والثواب في شهر رمضان ليست مختصة بالصائمين بل من كان مفترا لعذر شرعي فإنه يدخل في الأحاديث الدالة على تضعيف ثواب العمل الصالح في شهر رمضان ولو قدر أن الإنسان أفطر فإنه يسأل إن كان مرضه الذي أفطر من أجله يظن بقاؤه وعدم انقطاعه فإنه يطعم عن كل يوم مسكينة وإن كان الغالب على ظنه أنه يرتفع المرض انتظر حتى يأتي وقت الصحة ثم بعد ذلك يصوم القضاء الواجب عليه وإذا قدر أن الطبيب أخبر المريض بأنه لن يستطيع الصوم أبدا فأطعم مسكينا عن كل يوم ثم عاف الله عز وجل ذلك المريض فحينئذ لا يجب عليه قضاء ما فات لأنه أدى الواجب المتعلق بذمته على حسب اعتقاده فإنه أطعم عن كل يوم مسكينة وكان هذا هو الواجب في ظنه وتقديره فحينئذ لا يلزمه قضاء هذه الأيام نعم